اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي وأبعد عنه ما يزعج خاطري ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب مدني بصبر ليس له آخر ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير ربي كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام يا فرج الهم يا كاشف الغن فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارجقني من حيث لا أحتسب اللهم وصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إزايكم عاملين إيه وحشتوني لو أول مرة تشوفي القناة أنا سهرة نزلي بسرعة اشترك فيها وفعلي زر الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان لما نازل حاجة جديدة توصلك على طول النهار ده بقى روتيم مختلف جدا بقى جدا جدا أنا أول مرة بجد أعمل معاكم قلت بقى نظف معاكم الطايلت بقى ونشوف بقى نتشجع ونقوم نعمل اللي ورانا أول حاجة بقى هاربك يعني هاربك ده حلوة جدا للطايلت بجد حلو وبينظف يا دوبك إحنا هنعمل كده وغطيه بقى وصيبيه مع نفسه أول حاجة بقى معايا اللهلوبة دي من مايوي رحتها حلوة جدا وبتنظف جامد جدا يا دوبك هاربس الجلافز زي ما انتم شايفين كده وأخدت بقى قطعة من المعجون بتاع اللهلوبة ده وزي ما انتم شايفين حطيته في الدورق وهزوده ميا بس كده مش هعمل أي حاجة تاني وبعد ما زوده ميا معايا بقى سلكة كده جديدة طبعا هدعك كويس قوي المراية عشان المراية لما بيكون في حد بياخد شاور بيعمل طبعا بخار كده فبرضو تراكمات وكده فأحلى حاجة إن الواحد برضو يبدأ بالمراية أول حاجة ده أفضل حاجة يعني بعد كده طبعا أي ستيل عندك الحنفية بقى مع أي حاجة بقى عندك لا هنا بقى أنا مش هبدأ بالستيل الغطب بتاع البرميل ده أنا بحب إن أنا إيه البرميل لعملاله حنفية عشان لو الميا قطعت أعرف نتوضى بقى نستخدم ميا لحد ما الميا ترجع آآ مهم جدا طبعا يكون فيه في البيت البرميل ده أنت بتشتريه من أي محل بيبيع بلاستيك أو كده وبتركبيه دونت الحنفية فبصراحة مفيد جدا أنصح الناس كلها إن الميا يعني اللي بتقطع عندهم يجي يعملوه آآ مفيد جدا فبحب إن أنا إيه أخسل الغطب بتاعه بالشكل ده وبعد كده همسك بقى الحنفية هخسلها كويس جدا والحوت بقى والصبانة بتاعة الصابون كل حاجة قدامك تدعاكيها باللهلوبة ريحة وتعقيم وبصوا يعني حاجة كده زي الفل آآ هتخلي بجد بجد كل جزء هنا يعني عندك يبرق كده آآ زي ما انتم بقى شايفين ادعاكيه بقى على قد ما تقداري لحد ما خلاص يقول الكفاية آآ والحطام بقى معاكي وورا الحوض كده وورا الحنفية طبعا انا معرفتش اجيب لكم بقى ايه الحوض من الكوع بتاع الحوض آآ انتم طبعا عملوا الحوض كله من اول واخره بالشكل ده ادعاكو على قد ما تقدارو بجد والله انت هتحسي اصلا براحة عايزة بقى اقول لكم حاجة حاجة مهمة جدا الجردل اللي انت بتمسحي فيه لازم وضروري كل يومين تلاتة لازم تخسليه ليه يا سارة؟ لا والله يا جماعة بيبقى فيه تراب كده بيتراكم وبيعمل كده ايه آآ سواد من جوه انت مش بتشوفيه عايزة اقول لكم حاجة بس من غير زعل استتة النظيفة بتعرفيها من حاجتين الجردل بتاعها والجروف بتاعها حقيقي والله العظيم انا مش بهزر آآ الجروف لما يكون نظيفة عارف ان استتة دي نظيفة استتة دي فعلا بتحب تنظف حاجتها اول بول فانسي عمالي كده طبعا هنيجي بقى عند البانيو كده برضو ايه البانيو بتاعي بالطول فانا معرفتش هتول لكم وانا بعمله فالمهم يعني انا هنا بدعك الجزء اللي هنا وهدخل بقى جوه البانيو وادعك لكم بقى ايه آآ كل حاجة حيطان بقى بصوا انا هنا آآ بدعك البانيو زي ما انتم شايفين كده وهدعك الحيطان وهدعك كل حاجة قدامي اي حاجة طايلها هدعكها تماما خليكي بقى ست بيت شطورة كده ولو انت عروسة جديدة اوعي اوعي ما تعمليش كده لأ امي وتشجعي واي كركبة في الحمام يلا ترضيها برا على طول في كيس كده كيس الباسكت وعلى طول مش عايزين اي كركبة يعني انا هنا لقيت آآ بصوا انا هنا بدعك الحيطة اكيد شايفين آآ هلبة اريل آآ كانت فاضية وانسيت ارميها فرميتها على طول اي كركبة عندك اتخلصي منها خلي الدنيا ريئة هنا خلاص بقى باشتوا في الحيطان زي ما انتم شايفين كده بجد ما شاء الله بتلمع يعني عايز اقولكو آآ اي حاجة اي حاجة بتنظى فيها بجد بجد يعني انتي اصلا لما بتشوفي كده بتتبستي من نفتك ان انتي ايه اتشجعتي وقمتي عملتيها كمان وفي عز السقعة كمان اللي احنا فيها دي فقومي تشجعي اعملي اي حاجة وراكي خلي كده اللي يدخل عندك يعني يعرف ان ستت زنزيفة آآ هنا بقى خلاص البانيو ما شاء الله يعني بيبرق وبيلمع كده الله ومبارك عايز اقولكو حاجة انا مشكلتي آآ بحب اي حد ياخد شاور مش عارفة معرفش لازم ان انا بعد دي آآ اخسل البانيو آآ يعني كنت اتمنى ان اي حد يستخدم البانيو يخسل البانيو وراه بس ده ما بيحصلش طبعا انت لازم تعمل انت كل حاجة هنا بقى خلاص باشطف اه الجردل تمام وباشطف بقى الحود بالحنفية والسيل وكل حاجة تشطو فيها والمراية بقى طبعا المياه سقعة جدا هنا بقى ده المعجون بتاع الليمون اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف آآ عايز اقول لكم بجد آآ خلطة الليمون دي مع البي كوربنات سوديوم آآ بجد مع ملح الليمون بيخلي اللي ستيل يبرق يعني ادي كنتوا شايفين انا طبعا بعد ما عملت باللهلوبة عملت الايه اللي ستيل هنا والستيل برضو بتاع البانيو هنا خلاص بقى آآ بنشف الارض كده بالمساحة وفتحت الشباك هشيل الدرقة ده وهفتح الشباك بقى الارض دي تهوى خالص انا مشكلتي في المياه بجد مشكلتي فريحة اول ما بتدخل تفتح الحنفية اللي هي بتاعة البرنيل اللي انا قلتلكو عليه عشان طبعا زي الوحيدة اللي بتقولها فمشكلة انا مش بحب المياه في الارض خالص آآ اهو خلاص كده بقى فتحت الشباك لحد ما الارض تتهوى آآ بس كده خلاص كده الحمد لله خلصت على خير عايز اي بقى قولكم ده معطر آآ بتجيبين من ايه بتجيبين من عند موظفات انا كنت اجباها من آآ التلاتة كانوا مع بعض هوريكو شكلها دلوقتي كده انا فتحتها وهركبها كده بالشكل ده سهلة جدا يعني ايه نفس الحركة دي هتركبيها بنفس الشكل ده هوريكو شكلها دلوقتي ده بريحة السنوبر آآ السنوبر طبعا ريحة حلوة قوي ده مطهر ومعطر ومنظف بجد هاتيه هترتاحي جدا يعني هيخلي ريحة الطايلة نظيفة بصوا بقى الشقة الحمد لله النظيفة اللهم بارك احلى حاجة الروآن احلى حاجة ان انت تبقي برضو مخلصة كل الوراكي بالشكل اللي انتو شايفينه ده الحمد لله كل حاجة تمام هندخل بقى على طول على الغدا وهنعمل غدا جديد وحلو قوي انتو قبل كده كتير واول مرة بقى اعمله في القناة مجد الاكلة دي حلوة جدا الاكلة دي ايه يا سارة آآ مجبوس خويتي حلوة جدا 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 آآ 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 عايزين بقى نغير شوية ونعمل اكل جديد بقى آآ جددي بقى في البيت لجوزك ولولادك الحاجة بقى نزلت بمعلقتين كبار من الزيت زي ما انتو شفتوا وبعد كده نزلت بتلات حاجات الحبهان واللوري والليمون المجفف وبعد كده اول ما رحتها ظهرت نزلت بالفراخ اللي انا جسلاها معاكم قبل كده وشايلها في دي فريزر آآ دي فراخ يعني فراخ مسحب تمام من غير عضم انتو اعمليه اي حاجة فراخ عادية فراخ مسحب مش هتقول لأ وهنفضل بقى نقلب كده فيها شوية وغطيها هنفتح عليها تاني دلوقتي لحد ما يديك اللون كده اللي هي يعني شبه دهبي سنة بصوا اصلا يعني ازيت مع المية بتترتش كده المهم خلاص كده الحمد لله اديتني اللون اللي انا عايزاه وبعد كده هنزل ببصلة كبيرة متقطعة كده تتشوح بس يا دوبك بس ريحتها برضو تزهر وهنزل على طول باربع فصوس من الطوم بس فصوس تكون كبيرة بصوا بقى يعين شوحي شوية لحد بس ما آآ البصل يدبل معاكي ما يلونش الفراخ بقى ما شاء الله يعني عمالة برضو تدي لون كده دهبي حلو جدا بجد الحاجات دي التحمير بيخلي ريحة الاكل تجنن هنا بقى انا بجيب الهراسة عشان نهرس الطوم مع بعض بجد الريحة مش قادر اقول لكم عاملة ازاي وطبعا الفراخ اول ما تحطوها لازم تاخد صدمة معاكي لازم وضروري تاخد الصدمة زي آآ كنت عايزة اقول حاجة عايزة اقول اسم بنوتا يعني عشان هي زعلانة جدا آآ احلى مكة في الدنيا بحبك جدا يا مكة تسلمي يا قلبي ربنا يخليك على كل تعلاقاتك الحلوة وبجد ربنا يخليكو ليا جميعا والف سلامة على مروه ابراهيم ربنا اقومك بالسلامة يا رب هنا بقى خلاص ضفت بقى الطوم زي ما انتم شايفين كده واول ما رحت الطوم هتظهر معانا على طول يعني بجد هو بالزبط نص دقيقة كده هنزل على طول بالتوابل بتاعتي التوابل ايه سارة هنزل بنص معلقة من الفلفل اسود ومعلقة حلوة كده من بهارات اللحمة ورحة التوابل مش قادرة اقول لكم هتبقى عاملة زي وهنزل بقى بمعلقة من البابريكا معلقة برضو صغيرة بصوا بجد ومعلقة من الكزبرة معلقة صغنونة خالص برضو كزبرة النعمة بجد ريحة مش قادرة اقول لكم عاملة زي قلبة الشقة وهنزل بقى بمعلقة حلوة كبيرة كده من الكركم كركم طبعا ليه خويت كتير حلوة لاطفال اهي كركم ازيز حلوة جدا اه بس كده وهنقلب بقى كده بصوا ما شاء الله يعني التوابل مع كل ده بصراحة طحفة ومعلقة من القرفة امش قادرة اقول لكم قصنا الاكلة دي في الشتة عاملة زي وهنزل باتنين لتر من المية مية عادية جدا وهنزل بعد كده بقى بكزبرة رابطة كزبرة وربطة بقدونس هتكون يغسلها ومقطعها كويس جدا طيب ايه صارة كزبرة دي على فكرة هتختفي هتشوفه في الاخر وهنزل بطمطميتين مبشورين بالشكل ده واول ما تغلي هنزل ببطاطس متقطعة مكعبات على حسب بالرغبة دول حبيتين من البطاطس بقى قبليها بساعة ونص كده بتكوني نقع الرز بسمتي وخلاص صفتي وهتنزلي بقى بنص بنص كيلو من الرز المخصوط بسمتي بصوا مش قادر اقول لكم بجد بجد والله انا جعت تاني يا جماعة بس كده الرز اه على قد المية اللي انت تحططيها الاتنين لتر وبعد كده الملح وهتسبيها بالضبط عشر دقايق او ربع ساعة هتتشرب بس بالشكل الجميل ده خلاص كده اه المكبوز بتاعي استوى بصوا مشاء الله بصوا بصوا مهري خالص الفراخ مهرية خالص مستوية وجميلة جدا وبجد راحة التوابل تجنن فيها اه معايا بقى سرفيز كده ويلا بقى امام عشان جعانة جدا بصوا بقى بجد بطحفة الاكلة دي بتدفي جدا 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 في الشتاء يعني ده ده في الكويت اه زي المحشى عندنا كده بصوا بجد بطحفة ما شاء الله اللهم بارك لأ لازم تجربوا الوصفة دي بجد هتعجبكو جدا لو انتو لسه ما جربتهاش لأ جربوها الاكلة دي بجد يعني كل اللي هياكلها اصلا هتخطفوا على طول بصوا ما شاء الله جميلة جدا هو احنا كده صار خلصنا الفيديو لا طبعا ما خلصناش هنعمل حاجة حلوة كمان لازم كده تدلعوا لولادكم كده بالحاجات الحلوة عشان يفتحوا نفسهم كده على الاكل وتكون حاجات مفيدة يعني انا معاك وعملوا حاجات حلوة بس حاجات مغزية ومفيدة طيب يلا بقى بصوا الاكل ما شاء الله شهي جدا 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 بصوا الرز دي عمل ازاي الرز ده ابو عوف آآ من كارفور بجد آآ نظيف جدا وآآ لا بصوا الحباية حتى بتاعته آآ كبيرة وحلوة بقى الفهنة بقى على قلبكو بحبكو جدا 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 يا احلى ناس ومرزيج جدا على كل كومنتاتكو الجميلة الحلوة اللي بتشجعني اقوم وعملكو فيديوهات كتير حلوة وعايزة بقى كل الناس اللي بتحبيني بجد والله تدعيلي ان ربنا يكرمي ان شاء الله وحلني كده يتحقق بسرعة بازن الله تعالى بجد بحبكو جدا 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 يا احلى ناس في الدنيا بحب كل الناس اللي بتكتبي كلام حلو ربنا يخليكو لايه يلا بقى ندخل على الحاجة الحلوة اللي احنا هنعملها هنعمل ايه آآ ده طبعا الامح اللي احنا عملناه مع بعض بحبكو طبعا الرابط ده في صندوق الوصف طيب انا هنا آآ طلعت كيس متى اللاجة وضفت عليه كيلو من اللبن زي ما انتو شايفين لبن العادي الحليب آآ لما بتعملي برضو بحاجة بلدي بجد بيبقى ليها برضو طعم كده ومميز وهنا بقى هضيف السكر بتاعي على حسب المزاق انا هنا هضيف سكر عشان احطى لتر من اللبن تقريبا نحط حطيت ستة ستة معالة وعن رخامة هعمل بقى ايه النشا بتاعتي انا طبعا مش هخلي دوبك يستوي لان انا كده كده ايه كنت عاملة البليلة ومسوياها هنا بقى اضفت تلات معالق من النشا وتلات معالق كده من المية وهقلب كويس قوي لحد ما النشا بتاعي يدوب بالشكل ده تمام يا دوبك اللبن بتاعي غلي وهبدأ ان انا اواطي النار بقى خالص وهجيب مصفة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنا صبيت بقى النشا بالمية اللي انا عملتها معاكم بصوا ما شاء الله بيتقل بسرعة جدا 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 عايزة اقول لكم حاجة عايزة اقول لكم ان اا اول ما تعملي كده تقلبي على طول عشان ما يكلكعش منك وكمان في حاجة مهمة جدا تستخدمي المصفة عشان لو في اي تكتلات ما تقعش في اللبن يعني يبقى صافي خالص واول ما تشوفي بيبقى بقى بالشكل ده يبقى خلاص كده تطفي عليه السمك ده حلو جدا الله مبارك بسم الله هتغرفي بقى كده مشاء الله كيلو هيعمل معاكي اطباق بصراحة كتير اا تسع اطباق تقريبا وبيبقى فيه بقى شوية كده في الحلة يعني انا بحبه كلهم بجد لا لا بجد بيبقى اصلا طعمهم طحفة جدا 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 مين بقى بيعمل الحركة دي انا عن نفسي بيعمل الحركة دي بحبها جدا في روز بلبن في المهلبية في آآ البليلة اللي هي العشورة يعني هي دي العشورة بقى وهنا بقى كان عندي مكسرات كده في دي فريزر قلت بقى ايه يعني ادلهم شوية حطيت بقى مكسرات وجوز هند بجد وحلوة جدا 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 هيجب الولاد ان شاء الله بازن الله وطبعا انت كده حطا لهم لبن وحطا لهم كل حاجة بجد الاكلة دي مفيدة جدا اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته